دفت نظر يا حاجة يعني لازم نتكلم عليها شوية لان اللي احنا هنتكلم عليه ده ده مصدر كبير جدا كان للاندية جماهير لما شفنا جماهير سينبا في تنزانيا الموضوع يعني كبير جدا ما بنقولش ان هو يبقى نفس عدد الجماهير اللي موجودة لكن يبقى فيه جماهير يعني ان الانتحاد الافريقي يسمح بهذا العدد من الجماهير لحضور مباراة لا يكل عن خمسين الف 34 تلاتين الف دي جات من ايه لا يكل عن خمسين الف عدد الجماهير اللي حضرت مباراة الاهلي وسينبا ولا فيه تباعد ولا كميمات ولا حاجة لكن على الاقل احنا عندنا هنراعي الاجراءات الاحترازية وفي نفس الوقت الجماهير دي دخل كبير جدا للاندية يعني انا بتمنى ان شاء الله يعني موجة الكورونا تخلص على خير ويبقى فيه من دلوقتي برنامج او تحضير لكيفية حضور الجماهير لان حضور الجماهير دي كانت بتدخل فلوس كتير جدا للاندية كان زمان هو المدخل الرئيسي للاندية في الفلوس دخل الرئيسي للاندية كان الجماهير كان لما نادي كده يتعصر شوية ومحتاج فلوس ايه انا مزاق على المرشي ده النهارده تلاقي الاستاذ مئة الف فلوس دخل غير بقى البطاقات الموسمية اللي بقى فيها شغل كبير جدا ممكن النادي من خلال طرحه للبطاقات الموسمية يدخل فلوس كتير في ناس هتشتري في ناس هتدعم يعني اعتبروها دعم للاندية من خلال البطاقة الموسمية لحضور الجماهير ايا كان العدد انت ممكن تعملها في الموسم مثلا برقم في رقم عدد جماهير او عدد اشخاص هتعملك رقم استفاد بيه انت بتعدد الموارد عدد الموارد ازاي لازم افكر الاندية مش لازم تقعد مكتفة ايديها الاندية لازم تفكر في كل موارد يقدر يزود دخلها وده المطلوب الفترة اللي جاية دايما فيه شكوى 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 عندنا لعيبة وعندنا فلوس وعندنا التزامات وعندنا حضرتك فكر ازاي تدخل فلوس لناديك موضوع التشيرت ده فيه ناس كتير التريعات عليه لا ده بيحصل ده بيحصل تقريبا بروسيا دورتمون في المانيا فلسوا فلسوا والجماهير هي اللي رجعت النادي تاني الجماهير اعداد الجماهير اللي كانت متواجدة في الاستاذ هي اللي دعمت ورجعت الجماهير مرة اخرى ورجعت الفلوس مرة اخرى لناديها ورجعت ما كانت نديها ده مش عيب ده مش عيب أي نادي في العالم معرض أنه يتعرض لأزمات في ظل طبعا القيمة الكبيرة والطفرة الكبيرة والمبالغ فيها من فلوس اللعيبة فأنا كأدارة جاية أو لجنة جاية أو 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 بحب النادي بتاعي أدور إزاي أدخل فلوس للنادي لأن أنت كل ساعة مطالب بماديات والتزامات للعبتك والجماهير عايزة تشوف لعبتها جماهير الزمالك بتحب فرجاني ساسي مش عايب عايزة تشوف فرجاني مع الزمالك مش عايب فرجاني نضج مع نادي الزمالك مش عايب بس أنا بتمنى أن الحب يبقى متبادل يعني مثلا علي معلول جدد بيظهر حبه لنادي الأهلي فرجاني بيحب نادي الزمالك وبيظهر حبه لجماهير نادي الزمالك وده بان جدا في كاس الأمة أفريقية الأخيرة لأن في جماهير جت عشان تشجع منتخب تونس عشان فرجاني ساسي عشان نبقى واضحين وده كان واضح جدا كان أكتر الناس سعادة في منتخب تونس وكان ماشي كده في منتخب تونس رافع دماغه وكده وزي الفل كان فرجاني ساسي لأن مجموعة السويس كلها كان بتشجع تونس عشان فرجاني فأتمنى بتمنى من الإدارات وبتمنى من اللجان اللي مسك الأندية إن هي تدور على موارد ليه فرقتها ما تعدش مستنية دعم الشباب ورياضة ومستنية الدعم من أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة ومستنية ومستنية لا أنا أشتغل وأكيد فيه ناس بتشتغل أنا بقولش كده إن فيه ناس مش شغالة لا بس أنا أبتدأ فكر لازم أفكر لازم الناس اللي بتيجي تفكر في الماركتينج بتاع الأندية أعمل إيه؟ أعمل ستوري لنادي بتاعي من خلاله أدخل فلوس للنادي النادي اللي يعمل المشكلة لما احنا قلنا تشيرتي فرجاني لأن فيه ناس بتادي تشتغل على كده وتطرح التشيرت وبفلوس أقل وتبيع وتزايد النادي اللي يعمل النادي اللي يعمل جزء من النادي يعمله ستوري ويتبع فيه تشيرتات بإمضاءات اللعيبة ويتبع فيه الكوار ويتبع فيه الشرطات ويتبع فيه الترينجات ويتبع فيه حاجات كتير جدا كل نوادي العالم عاملة كده أنا مجيبش حاجة من عندي أنا روحت للسطور بتاع ريل مدريد ايه دا تخضيت تشيرتات اللعيبة وبتعملك التشيرت انتواقف ويتحطلك الرقم الرقم بفلوس والتشيرت بفلوس والتبعه بفلوس والمكوى بفلوس كل حاجات دي فلوس التشيرت بتبعته بحاجات يخش في 60-70 يورو فيه ناس بتشتري انتما لما تبقلك كمية كل يوم كل دي دخل للنادي ساعد ناديك من خلال النفاسة دي ومحدش يزايد ولا نطرح ولا نعمل ولا نبيع ايه الشغل ده لكن لما اعمل ستوري ودي حاجات تتعمل اعمل ستور للنادي وحط فيه كل تشيرتات بتاعت اللعيبة وعلقها بطريقة شيك وتشيرتات اللي بيلعبوا بيها اللعيبة بجد ما روحش بقى جيب كوبي وعلقوا لا تشيرتات اللي بتلعب بيها اللعيبة نفس التشيرت اللي اللعيب بيلعب بيه لان ده نفس التشيرت بتبقى بره فيه درجات بس قريبة ويتحط أركام اللعيبة ده فيه بره يقولك اكتر لاعب تشيرتاته بتتبقى اللعب الفلاني تبقى منها دعم للفريق بطريقة جميلة جدا وشيك فدي حاجة مهمة والله يا جماعة كل الأندية بتعمل كده أما روحت الوسط بروميتش عند أحمد حجازي في إنجلترا كان موجود صورة الراجل والتشيرت بتاعه بيتباع برقم كل اللعيبة اللي اللعيب بيحبه هيخش يشتري التشيرت بتاعه أنا بحب طريق حامد أخش يشتري التشيرت بتاعه بحب أفشى أعمل كده في النادي الأهل مقولش عن نادي زمالك بس كل الأندية دي موارد بتدخل فلوس كتير جدا مبلغ كبيرة جدا بتخش في الحاجات دي فالموضوع مش بسيط مش موضوع سهل نادي الإسماعيلي بلد إسماعيلية ويكون موجود الناس الكبير كان ابن فاروق جعفر كان بيكلمني ممكن يبقى موجود في يوم فيه حاجات كتير ممكن تتعامل فيه حاجات كتير إمانويل لما يجي من بره يخش الستوري ويقعد ويبقى فيه حفلة لي ويمدي على التشيرتات لأن ده نجم كبير لعب لبرشلونة ولعب في برتغال ولعب في كاس العالم ولعب في الدورات الأولمبية أفكر إزاي أجيب النجوم وإزاي يستغل لها وإزاي إن أنا أساعد نادي بطريقة شيك ولا طرح بقى ولا تشيرت يتباع لا دستور هو معمول للحاجات دي حاجة أوفيشيال للظروف اللي زي دي من النفذة دي أطرح أي حاجة اتزنقت ومحتاج سواء لتجديد أو مش تجديد أو لأي حاجة من خلال النفذة دي أعمل أي حاجة شيرت طريق حامد ده اللي لعب بيه نهائي الكونفدرالية شيرت جنش ده اللي لعب بيه واعمل منها أعمل مدحف كمان أعمل مدحف وأعمل طور للأندية الجماعة لازم نفكر سفروا بره وشوفوا شوفوا ملعب أليانز أرينا سانتيجو برنابيو الناس بتروح تزوره وبتدفع تذاكر عندنا ناديين وعندنا أندية مبلاش ناديين عندنا الإسماعيلي نادي كبير جدا أول نادي فاز ببطولة أفراقيا نادي الزمالك نادي كبير جدا أي حد لما بيجي مصر بيبعا يشوف نادي الزمالك بيبعا يشوف نادي الأهلي طيب الموضوع هو اللي جاب نفسه لكن لازم الناس تفكر في الحاجات دي لأن المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها دي بتترجم بملايين ترجمة نانسي قنقر